صباح الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مع كل جديد ومفيد إن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدمه لكم خلال حلقتنا النهاردة من برنامجكم طبور الصباح ويرب كل فقرات النهاردة تعجبكم وبرحب بزميلتي العزيزة مارينة صباح الخير يا مارينة صباح الخير يا عمر صباح الحمد لله على السلامة الله يسلمك افتقدناك صباح الخير أه صدقني عمر بزميلتي صدقني عمر من جوة أهلاً من جوة حتى أنا قلت مارح لمشاهدين إن أنا افتقدتك يعني لو أنتم مصدقنا خلاص هم افتقدوك كبير صباح الخير عليكم جميعاً كل مشاهدين متابعي طبور الصباح على شاشة مدرستنا 3 حلقة جديدة مليانة بفقرات متنوعة وإن شاء الله تكون مفيدة يا رب بتعجبكم يا رب نبتدي بشوية أخبار بقى كده معنا النهاردة وأول خبر هو بيهم الأسر المصرية اللي بتستعد خلاص للعام الدراسي الجديد اللي هيبدأ فيه أول أكتوبر يعني خلاص الأهالي أعلنوا حالة الطوار يلا بينا بقى بيستعدوا عشان يشتروا مستلزمات المدارس اللي بيحتاجها الولاد ومجموعة كبيرة من الأباء الحقيقة بتستنى معرض أهلاً بالمدارس اللي بيقدم كل مستلزمات المدارس بأسعار معقولة وكمان بجودة عالية وده خلى الأستاذ أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك يعلن أن معرض أهلاً بالمدارس عشرين اتنين وعشرين هيبدأ من يوم واحد سبتمبر اللي جاي وهيستمر لحد يوم عشر سبتمبر وهيشارك فيه السنة دي حوالي متين شركة وهتعرض منتجاتها في المعرض بخصومات كبيرة المعرض ده زي ما احنا متعودين بيقدم كل الأدوات المدرسية وازي المدرسي للطلاب في مراحل التعليم مختلفة وابقى سعار مخفضة كمان فيه ملاحظة مهمة جداً بقى وهي أن معظم منتجات مصرية وإنتاج محلي بنسبة 80% وده طبعاً بهدف تشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية وبصراحة إحنا عندنا مصانع بتقدم منتجات ممتازة تنافس المنتجات المستوردة وكمان تكسبها إن شاء الله فعلاً يا عمر زي ما بتقول يعني المنتجات بتكون كويسة وخماتها ممتازة وفعلاً المصانع بتحرص أنها تقدم منتجات بأعلى جودة ممكنة سواء بقى أدوات مدرسية أو حتى المنتجات الغذائية اللي بيحتاجها الطالب مربة وعسل وجبنة علشان صندوشات المدرسة كنت بتاخد إيه صندوشات المدرسة؟ والله إيه أنا كنت تقليدي أوي أيها ما قبل اللانش بوكس إحنا جيل ما قبل اللانش بوكس آه بالضبط عارفة اللي هو إيه اللي هو كانت مالدتي تعملي في كيس بلاستيك عادي خالص تعال زماني عارفة وكان بتعملي غالبا جبنة رومي وحلاوة أنا جبنة رومي بردو كل يوم ثلاثة بكرهة وتقريبا كان فيه أحب بطاطس في الموضوع بجد لا أحسن أحب بطاطس قوي يعني آه والله مش عايز أقولك يعني أمي مسمياني في البيت مش هكلم أنها نصحش يعني أقول لا بلاش نعرف آه فدي كانت صندوشات ده كان الرسمي بتاعي تقريبا ما كانتش فيه تغيير أنا بردو صندوشاتي جبنة رومي بص هو صندوش كان كل مدى بينزل لتحت يعني كل مدى كانت المستوى بيقل ليه 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 لحد ما وصلت سنوي لا أحسن أقولك على حالي هم تقريبا كلهم مستوى يعني جبنا بطاطم جبنا رومي آه بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة حلاوة يعني فيه لانشون بس ده طبعا يعني شوية كتير بيتهاجم من الأمهات التي عارفة يقولك لا لا بلاش يعني خلينا في الجبن كانوش بيجيبوهنه بالضبط يعني أنا دايما الحكاية يعني لحد النهاردة الحكاية بيتحرف فيها في البيت شان صحية رئيس جهاز حماية المستهلك أكد كمان ان فيه قطاع للنظرات الطبية والمفاجأة بقى ان متاح كشف النظر والأسنان مجانة من غير ما تدفع ولا جنيه وكمان فيه قسم للأحزية وفيه قطاع مخصص لملابس طلبة الجامعات مجهود عظيم جدا وفعلا المعرض ده بيلبي احتياجات قطاع كبير جدا من الأسر المصرية وبنتمنى ان هو يتشجع بنفس القدر أنا قبل ما نبدأ الخبر التاني اللي معانا عايزة أقول فكرة ان احنا فعلا نشجع المنتج المحل دي حاجة أطخال ان احنا كلنا ومحتاجينها يعني أولا احنا بننمي مجتمعنا بندعم الاقتصاد المصري ثانيا احنا يعني محتاجين نحس نفخر بمنتجاتنا يعني ده شيء كل الدول المتقدمة بتعمله وان شاء الله كمان نوصل مش بس ان احنا كمان نعمل اكتفاق ذاتي نفسنا من منتجاتنا لأ كمان نصدر بر مصر وقتخال ان الدولة بتسعى لده في الفترة الجاية فشباب شدوا حيلكوا بقى كده قوي في حكاية ان احنا ندعم منتجاتنا على كل مستويات مش بس الحاجات الدراسية والله في منتجات مصرية هايلة على مستوى بقى الملابس على مستوى المنتجات الغذائية على مستوى الأدوات المدرسة انت يراك في موضوع ده يعني زي ما انت بتقول يا عمر خصوصا كمان ان احنا داخلين على منعطف اقتصادي صعب شوية الفترة اللي جاية على المستوى العالمي كله بسبب طبعا الحروب وكل المشاكل اللي احنا عارفينها دي فاعتقد حاجة زي كده هتفرق جدا جدا في الاقتصاد المصري ان احنا اولا نشجع الصناعة بتاعتنا قبل ما نطالب المستورد او اللي احنا هنصدر له ان هو يشجع صناعتنا صحيح انا موافق جدا ويا رب دا يتحقق يعني وان شاء الله على فكرة اعرف يا عمر انا وانا صغيرة لما كنت بشوف مثلا مسطرة او قلم بشتريهم من المكتبة ولقى عليهم ميد ان شاينة كنت بازع القوي والله كلنا كنت بداي يعني كنت بحث ان دي مسطرة طب ليه ليه مشتريش مسطرة مصرية يعني وكانش بيبقى فيه كتير على فكرة زمان يعني ما كنتش بلقى كتير الحاجات دي متوفرة في المكتبات بشكل كبير يمكن كمان لأن المنتج الصيني كان سعره رخيص فكان متوفر بشكل اكبر فلا حاجة جميلة جدا انه دلوقتي يكون كل حاجة او 80% من الحاجة صناعة مصرية عايز اقولك ان يعني ايام ما احنا كنا في المدرسة اتخاني كان فيه حاجات كتير قوي مادن شاينة زي ما انت بتقول ودي حاجة يعني كان للأسف شديد يعني الناس كده مجتمعيا كانوا فيه جملة كده ما كل حاجة في الصين يا بيه ما كل حاجة بتجيلنا من الصين لا انا شايف ان احنا في مرحلة لا الحمد لله الدنيا بتحسن انا بيلاقي حاجات كتير مصرية وحاجات كويسة كويسة مش حاجات اللي هو معمولة عشان نكسبه خلاص لا هو المصنع بقى يحترم زوء وعقلية المواطن المصري فبيقدم له حاجة محترمة بسعر مناسب يعني فانت عايز يكتر من كده وانا عايز ايه وبقى فيه برندات مصرية معروفة على كل المستعامل لمست مثلا النقطة دي بشكل كبير جدا في المنتجات الجلود منتجات الجلدية كلها احنا عارفين فيه ناس كتير قوي بتروح لان هي تشتري الحاجة من مركة معروفة مركة عالمية ومعظمها بتكون جلد صناعي وبتكون ما بتعيش الفترة طويلة لكن بقى المذهل جدا انه المصانع بتاعتنا القديمة ما زالت بتندج موديلات حلوة جدا وشونة كويسة قوي وحاجات فعلا كويسة وتعيش عمر بحاله واسعارها يعني زي المنتجات اللي بتستورد او اقل كمان ومع العلم انه الخامات بتاعتها احسن بكتير وموديلاتها كويسة بصي انا مش عايز احرق فقراتنا قبل وانخلص اخبارنا بس هو المصري جمد اوي والله العظيم جمدين اوي الشخص المصري والمواطن المصري هو عنده القدرة على الابداع والابتكار ويسبب لك حالة انبهار بس لما بتحط في ظروف ملأمة يعني خلونا عشان عندنا فقرة بنتكلم فيها خلونا بس نكمل اخبارنا ونخش بالتفصيل في الموضوع ده كمان من الاخبار الجميلة النهاردة مارينة اللي بتأكد على عظمة مصر شوفي سبحان الله يعني بنتكلم والله هي مصر والله جماعة وريادتها وتمييزها هو تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية اسبوع اللي فات احنا كان معانا خبر عن ادراك 67 جامعة في التصنيف الاسباني للجامعات نهاردة بنتكلم عن انجاز جديد لسبع جامعات مصرية هيتم ادراجها او تم ادراجها بالفعل في تصنيف شانجهاي الصيني 2022 وكان عدد الجامعات المصرية في التصنيف السنة اللي فاتت ست جامعات الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قال ان جامعة القاهرة احتلت المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية وتقدمت مئة مركز عن السنة اللي فاتت بعدها جت جامعة اسكندرية وبعدها جامعة المنصورة وجامعة عين شمس بالاضافة لجامعة الزأزي اما بقى جامعة كفر الشيخ فهينكحت في انها تدخل التصنيف ده لاول مرة في تاريخها مش بس كده جامعة القاهرة كمان حصلت على المركز الاول في مؤشر النشر العلمي وبعدها جامعة المنصورة ثم جامعة عين شمس وجامعة الاسكندرية ودكتور عادل عبدالغفار وضح ان التصنيف الصيني الاكاديمي لجامعات العالم شانجهاي بيقوم على التصنيف بين افضل 2500 جامعة على مستوى العالم سنويا بيتم اختيار افضل 1000 جامعة والتصنيف ده بيتم بناء على مجموعة مؤشرات منها عدد خرجي الجامعة وعدد اعضاء هيئة التدريس اللي حصلوا على جائزة نوبل وميداليات في علم الرياضيات المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اكد ان نجاح الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية بيرجع لاصرار منظومة التعليم الجامعي على تنفيذ تكلفات سيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات وكمان التقدم الملحوظ في تنفيذ خطة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة الدولة 20-30 يلا نشوف معنا فقرات اين نهار ده عمر؟ يلا بينا زاوي الهمم زاوي الهمم او زاوي القدرات الخاصة بيثبتوا دايما ان هم قادرين يعملوا حاجات كتير هم فعلا زا ما يقولون عليهم قادرون باختلاف ومش معنى ان انسان تولد باعاقة معينة انه صعب يكون مبدع او فنان بالعكس فيه مبدعين فيه مجالات فنية وثقافية كتير من زاوي الهمم كلنا بنلمس اهتمام الدولة بقضية الدمج وتوفير كل سبل الرعاية ليهم ومن المنطلق ده كان لازم يكون زاوي الهمم داخل المشهد الثقافي والفني ويقدروا يعبروا عن إبداعهم في أي مجال وهي دي بالضبط فكرة ديانة سعد مؤسسة شجر التوت لفنون المسرح الدامج اللي هتعرفنا ايه فكرة المؤسسة وازاي بتقدم الموهبين من زاوي الهمم وتخليهم يعبروا عن نفسهم من خلال الفن وبسبب ده اتكرمت من السيدة انتصار السيسي حرم السيد درئيس الجمهورية ومعنا كمان هندي خليل من الممثلين المشاركين في العروض الفنية في شجر التوت انا معجبة جدا بالمؤسسة وفكرتها وانها كمان بتدعم زاوي الهمم او زاوي القدرات الخاصة وبتشجعهم يكتشفوا مواهبهم ويتطوروها في الفقرة التانية بقى هنتكلم عن مخترع مصري عبقري اسمه محمود الكومي قرر ينقذ العالم كله من مخاطر الحرائق وحرائق الغبات خصوصا اللي بتهدد الكوكب كله فيه دراسة حديثة نشرتها مجلة اسمها ساينس بتقول ان تغير المناخ هيسبب انقراض ستس انواع الحيوانات والنباتات في العالم طبعا كلنا عارفين دلوقتي مخاطر الاحتباس الحراري والحرائق اللي بتشتعل في الغابات والأصار السلبية اللي بتنتج عندها ده خلاه يخترع روبوت يقدر يحدد مكان الحريق وكمان يطفيه المدهش كمان انه ممكن يستخدم الروبوت من خلال الطيارة ويتجنب مشاكل نضرة الميا اللي هي الوسيلة الاساسية في اطفاء الحرائق وكمان راعة في اختراعه انه يتجنب الأصار السلبية لاستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون النهاردة هيكون معانا في الفقرة التانية المهندس محمود الكومي مخترع الروبوت اللي هينقذ العالم من خطر الحرائق هنبدأ على طول مع اول فقراتنا لكن بعد الفاصل فبدأت انه مفيش مستحيل وكانت مقتنعة ان ذاوي الهمم عندهم مواهب عبقرية تستحق انها تظهر للنور وان دمجهم في المجال الفني والثقافي مش مستحيل ابدا لكنه بس محتاج شغل ومجهود وصبر عشان يتم تأهلهم انهم يدخلوا المجال ده يمكن ده اللي خليها تأسس شجر التوت اللي احتضنت مواهب كتير من ذاوي الهمم وساعدتهم انهم يطلعوا ابتعاتهم الفنية فاستحقت عن جدارة تكرمها من السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ايقونة المرأة المصرية دايما حرم الرئيس بتدعم النماذج الناجحة الملهمة دي الحقيقة في مختلف المجالات وبتسندهم وبتشجعهم علشان يحققوا انجازات اكتر خلونا نرحب النهاردة بديوفنا ديانا ساعد مؤسسة شجر التوت لفنون المصرح قدامك والاستاذة هند خليل من الممثلين المشاركين في العروض في المؤسسة اهلا بكم وبنورنا اهلا بكم اهلا وسهلا بحضراتكم وبنورنا خليني ابدأ معاك يا استاذة ديانا وشجر التوت الاسم بصراحة مختلف وملفت حاس انه وراحك هي او قصة وهو ده سبب اختيار او القصة ليه هي كانت سبب في اختيار الاسم ده حقيقي هو احنا اول لما فكرنا في الاسم كان اكتر حاجة بنفكر فيها انه هو ليه يعني احنا سألنا نفسنا ليه بيتم الاهتمام خاصة في الدمج في فنون الدراما والمصرح بس في احتفالات معينة سواء احتفال اليوم العالمي للاشخاص دوي الاعاقة او احتفالات معينة فقونا ليه الاكتيفيتز وليه الورش والعروض مش مستمرة على طول وخاصة العروض الدمجة وده اللي احنا بنعمله هنا احنا مش بنعمل عروض بس خاصة بالاشخاص دوي الاعاقة لا احنا بنعمل ده في بيئة دمجة تسمح لهم ان هما يتعاملوا مع ممثلين محترفين كمان في مجال الفن والدراما وده كمان اللي بيخلق وبيشيل الحاجز ما بيننا احنا الاتنين وده حقيقي اللي كنا بنفكر فيه واحنا بنفكر في الاسم فقونا انه يمكن التوت لما هو احنا بنحبه قوي بس هو بيطلع فجأة كده ويختفي فقونا انه احنا لا احنا عايزين عايزين يكون موجودين باستمرار زي ما احنا عايزين كمان التوت زي ما هو مختلف ومتنوع يبقى موجود كمان مش في فاصل واحد لا في صول السنة على طول جميل قوي طيب استاذة هند يعني الحياة بتاخدنا لأماكن ما كناش نتخيل ان احنا نكون موجودين فيها حضرتك من مدرسة لغة انجليزية لممثلة ازاي ده حصل هو في الحقيقة انا طول عمري بحب الحكي مع الاطفال واللعب وكده فانا عرفت الورشة بتاعت احكي دي وزي الريشة مع شجرة توت عن طريق اصدقائي فحبت انضم ليها وكان بالنسبة لي فكرة انه يعني بعد ما انا ما بقيتش بشوف فده يعني اني اقدر اطلع الطاقة اللي عندي والموهبة اللي عندي في مكان يسمح لي بداء كانت حاجة بالنسبة لي رائعة طبعا فلما رحت المكان ولقيت ده متاح وكان بالنسبة لي حاجة سعيدة جدا ان اقدر اطلع الطاقة دي واقع اعمل كده يعني وامثل ايه الادوار اللي حضراتك مثلت ايه الحقيقة انا كنت مثلت دور واحدة ست يعني اقتل جزها مرة مستحيدة ليه طرع ليه طرع لازم لتعود عشر لازم لتعود ليه طرع عملت كده أنا بس أعيض أرفليه وكثير بغني لأن أنا كنت أحب الغنى فده متاح كمان من خلال البكان أن أنا قادر أغني وأحكي وضع أن حضرتك متعددة المواهب أستاذة هند يعني أنت حركتما ترسمي أنا فاهم صح أو أنا فاهم خلط أنا برسم توصفين لنا بتعملي ده إزاي الحقيقة أنا برسم من خلال خامات ملموسة بحيث أن اللوحة تقدر تتشاف بالصوابع يعني بستخدم القماش أحياناً هو بتعلف الهدايا بطريقة أنه يتلف ويتحط على اللوحة فيبقى بارز يتحس بالصوابع الفوم أحياناً بستخدم بعض الخامات البسيطة خالص اللي موجودة حوالينا يعني البزور الفواكه مثلاً أو إيش الفكهة أو أي خامة تبقى محطوطة على اللوحة ملموسة بحيث أنها تتقري بالصوابع تتشاف بالصوابع خليناً أرجع لك تاني أستاذ ديانا يعني أنا مش هسألك ليه عملتي ده لأنه هو الهدف أتخال أنه كلنا نحترمه وكلنا نشجعه والدولة كلها الحقيقة بتسعى لفكرة الدمج وفكرة وضع زاوي الهمم على الطريق الصح وانخرطهم في المجتمع بشكل يليق بيهم ويديهم حقهم يعني مش هنقول غير كده بس إنت بقى ابترت علاقتك بزاوي الهمم يعني تحكي لي كده الموضوع بدأ إزاي معاك أنا كنت شغالة في مجال وفي مؤسسات بتشغل على دمج الأشخاص دوي الأعاقة بس عن طريق التعليم دمجهم في التعليم والتدريب وفي نفس الوقت أنا كنت بمثل مصرح يعني أغلباً بمثل من وانا في ابتدائي لغاية لما وصلت أن أنا مثلت مع مصرح الدولة مصرحية قعدت تتعرض 57 لتعرض وفي المصرحية دي جوم صحابي من الأشخاص دوي الأعاقة يحضروا المصرحية فهم جايين برضو قبلوا قبلوا تحديات وهم بيروحوا بيطلعوا المصرح عشان يعودوا قدام فدي برضو تحديات نحن بنقابلها وفي نفس الوقت أنا كنت بدأت برضو أفكر هو ليه إحنا مش بنعمل ليه الورج بتاعتنا ما فيهاش دمج كمان يعني خليني أفكر أكتر كنت بحضر تدريب أثناء شغلي وكنا في أثناء التدريب بنشارك قصص شخصية مع بعض فمن ضمن القصص أن بنت من الأشخاص دوي الأعاقة البصرية حكت أنها حاولت تدخل مصرح الجامعة وقبلت تمييز ومعرفتش تدخل وتكمل التجربة الأخيرة بسبب ده فالقصة وأننا كنت في المصرح وأننا على طول بتعامل معاهم ففكرتوا ليه إحنا مش بنعمل ده ليه المصرح مش متاح للجميع ليه التحديات دي بيقابلوها ليه الورش أصلا أو النشاطات كمان اللي احنا بنعملها مش بنفكر أن هي تبقى متاحة لو حد عنده يعني مثلا أنا حقيقي أثناء الفترة الفترة دي مثلا أنا شخصيا قبلت في رجلي فاللي هو بدأت أفكر هو أنا مثلا لو حد بيحب الفن وقابل ديسابلتي هل هيوقف حلمه أو هل هيوقف الحاجة اللي بيحبها بسبب الدسابلتي دي ودأت أفكر لا هو أنا عايزة حقيقي لأنه يمكن حاسة بإحساس كل فنان عايز يكمل ده فاللهو لا أنا نفسي لكل حد حابب أنه يكمل في المجال ده أني أكون وسيلة أني أقل التحديات اللي بيقابلها وأنه يبقى فيه مكان بيعبر من خلاله عن فنه وأنه يستمر برغم التحديات اللي هيقابلها واللي كمان إحنا ممكن نقبلها في المستقبل لأنه وارد أي حد فينا يتعرض للدسابلتي في يوم الأيام ودي كانت الفكرة يعني وده اللي خلاني أنه أفكر أنه لأ هجرب وبدأت بقى ساعتها أول ورشة من ساعتها وقت الكورونا كان دخلت حضنة أعمال دي كانت أول حضنة أعمال أدخلها ومنها كسبنا كأول فريق في مجال الدمج وبدأت ساعتها أول ورشة وهي حكيلي وزي رشة وبعد كده قعدت ثلاثة راوند الراوند الثانية والثالثة كانت بالتعاون مع أستوديو عماد الدين وشركة المشرق وبعد كده بدخلت حضنة أعمال تانية اللي هي حاليا بسيطة وهي كمان بتساعدنا بتدينا استشارات كل الحضنات دي بتساعدنا أن نحنا تدينا استشارات في مجال الثقافة والفن نحنا إزاي نطور كمان من المحتوى بتاعنا وهكذا وبدأت بقى بدأت الأحداث ستوالى يعني إلى حاليا نحنا شغالين في أول مشروع وهو أول عرض دامج اسمه هانحنو ده ممول من الاتحاد الأوروبي والتحاد المعاهد الثقافية في مصر وكمان مؤسسة اسمها العمل للأمل وبالتعاون كمان مع بسيطة لايف وكمان بدعوا الناس أنها تحضر العرض ده إن شاء الله هيبقى في نوفمبر في مهرجان باب البحر في اسكندري طيب جميل واضح يا ديانا أن أنت ما بتختاريش الحلول السهلة أو الطرق السهلة تحدي الطريق الصعب فأنا متأكدة على الرغم من كل الجمال اللي احنا شايفينه ده بس أنا متأكدة إنه في تحديات كبيرة وفي صعوبة في الموضوع ويمكن ده هيبان في الصور اللي احنا هنعرضها بعد شوية إنه إنه في صعوبة في تحدي حكي لنا بقى عن التحديات هو يمكن أكتر تحدي كان بالنسبة لي كان إنه هو فكرة الدمج لأنه ما حدش بيعمل الفكرة دي أو بالنصة صعبها بنقول إنه لا إحنا نخلي التدريبات خاصة بالأشخاص دوي الأعاقة وإنهما يتيحوا يعملوا الفكرة دي بس عايزة سألك سؤالي يعني أنواع الأعاقة متمثلة بتكون في نفس الورشة ولا مختلفة وأظن الاختلاف ممكن يخلي الأمور أصعب هي بتبقى مختلفة إحنا بنفتح استمار التقديم وأثناء الأشخاص اللي بيقدموا أنا ببقى عارفة التاريخ بتاع الديسابيرتي فبالتالي بقدر أفكر إزاي النشاط اللي أنا هعمله جوه يبقى متاح للي معي في الورشة وبنبتدي نتعامل مع النشاط ديعي مثلا الأشخاص دوي الأعاقة البصرية مثلا فالمدرب بيبتدي أنهما إزاي يساعدهم كلنا بنتحرك مع بعض ويمكن برغم أن الموضوع كان صعب أو يعني كان الناس بتستصعبوا بس بدأت تسأل الناس اللي هم الفنانين اللي بيقدموا عن الورشة اللي ما عندهم شنسبلتي لأن كانت هميني الفيدباك بتاعهم كمان الأول كانوا بيبقوا حاسين حاسية أو خايفين بس بعد كده لما بنندمك كلنا في النشاط وفي الفن كله بيبتدي عبر عن التجربة بتاعته وتجربته ليه قصلا دخل الورشة فبالتالي مش بنحس أنه في فرق يعني في النشاط نحكي لنا بقى نا أثناء دي أول روند أول دورة منحكيلي وزي ريشة وبيعملوا ايه ده كان مجدي شهير من دمن الناس اللي كانت متميزة في الورشة تدريبات ليقى أثناء الورشة بيبقى فيه تدريبات أنه نحن بقى ما نفكرش خلاص في البرة ونركز في وقت الورشة فبالضبط دي تدريبات حرقة وتدريبات تركيز برضو تتعامل أثناء الورشة إحساسك إيه لما تكرمت من السيدة انتصار السيسي بصور حقيقة لو كنت شوف مستوعيف على الوضع يعني غير بعد التكريم يعني منفذ ولازم أبقى أقد التكريم ده وده حاليا اللي احنا فيه عشان كده يعني مهتمين قوي بأول مشروع أنه هو يخرج في أحسن صورة أستاذة هند يعني خليني بقى أخذ يعني الفيد باك تحضرتك عن مدى الصعوبات اللي ممكن تكوني قابلتيها في الأول وإيه المراحل اللي اكتزتيها بيبقى يعني فكرة إن إن الواحد يتحرك في المكان من غير ما يبقى بيخبط في حاجة أو بيخبط في حد أو يعني يتحرك بحرية دي بتبقى صعبة بالنسبة لنا شوية من احنا بنتحرك ومش شايفين لكن شوية شوية فكرة الحركة كمان بتبقى صعبة قوي قوي في الأول لأن الواحد يتحرك كده يعني يعني بنتحرك تسعة في القوضة محدش فينا بيخبط في حد مغمضين عيننا كلنا اللي بيشوف اللي ما بيشوف شي وبتحرك بسهولة جديدة جدا الحركة بقت أسهل بكتير ثقة بقت أعلى بكتير الورشة قتحت ده فعلا إن احنا يعني في سهولة جديدة في الحركة بالتدريبات يوم ورا يوم والبنى يوم ورا يوم يعني فعلا في الورشة قتاح وده لنا جدا جدا مش بالنسبة لي أنا بس بالنسبة لكل الموجودين يعني مش بالنسبة لإعاقات البصرية بس وبالنسبة لإعاقات الحركية كمان الوضع بقى أسهل يعني الناس بقت بتتحرك أسهل بكتير وتروح وتيجي ده أثر على أداء حضرتك خلى أداء حضرتك أحسن لما حالة حالة من ثقة بالنفس بس أنه خلاص بتحركي بحرية ووضع أنك تخبطي في حد فأدائك بقى التمثيلي نفسه بقى أفضل بالتأكيد بالتأكيد بالأداء التمثيلي لأنه يعني خلاص دلوقتي أنا قدر أتحرك وأتكلم وأغني وأعمل كل الحاجات في وقت واحد بقى ده أسهل بكتير بس أنا حقيقي مش فهمة يعني إيه مش بنهبط في بعض إزاي ده بيحصل بيتحقق إزاي بيتحقق بأنه فيه تمرنات يعني متواصلة فيه تركيز شديد يعني أنا عايز أقول لحضراتك أنه إحنا لما فتحنا عنينا وبترديننا تحرك ترديننا تلخبط يعني فعلا ده صحيح حصل لأنه الواحد لما بيفكر أوي في الحركة ويبص ويخبر باله ورايح فيه جاي منين بيتلخبط شوية لكن لما بيركز أوي ومغمى بتعينه بيقدر يتحرك وهو فيه إحساس بقى الإحساس أعلى بأنه أنت رايح فين وجاي منين وحركتك تتوجه إزاي يعني حتى الناس المبصرين بيغمضوا عنهم بتحركوا زينا دلوقتي فالورشة كلها بقى فيها ده هم حسين بينا وإحنا حسين بيهم فالدنيا بقت أسهل بكتير جدا ففعلا دي الحاجات الرائعة اللي قدحتها لنا الورشة يعني وده فرق في حياتنا كلنا برا في الشارع يعني حركتنا حتى في الشارع بقت مختلفة بس الحركة أنا عايز بس أحييكي على إحساسك بجبت والله يعني إحساسك حلو ده بعيدا بقى عن عن الحوار اللي أحنا بنجري دلوقتي وجود حضرتك والله أمديني أنا شخصيا إحساس حلو كده وانتبعها لطيف جدا والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك يعني بتقولي إنه كمان في الشارع ده فرق ده في حياتك العادية ده فرق بس فرق في الحركة ولا فرق في حاجات تانية فرق في الثقة في أنه يعني الثقة بقت أعلى في أنه أنا شايفة أنا عارفة أتحرك وأنا شايفة أنا عارفة رايحة فين وجاية منين بقى أسأل بالنسبة لي إن أنا أتحرك في الشارع يعني يمكن شوية يعني بعد موضوع أنه البصر فقد البصر بقى كان بالنسبة لي في ارتباك شديد في الحركة في الشارع جدا يعني إنه ننزل وروح واجي كان صعب التدريبات الحركية والفكرة دي بتخلي ده أسهل بكتير إن الواحد في يوصله سهولة إنه يتحرك خلاص بقى عنده ثقة إنه يتحرك بسهولة جديدة يعني أكتر من الأول بكتير دياني الأول ديانة بتعلنوا إزاي عن نشاطكم وعن الورش وعن شجرة تود بشكل عام يعني بتستقبلوا الناس بتعرفكوا إزاي وهل في شروط معينة عشان ناس تقدم يعني احكي لي عن ده إحنا بنعمل استمار التقديم في كل ورشة بالناس بتدخل عليها وبتقدم على بيتج معينة إحنا لنا بيتج على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى ولينا على اليوتيوب كمان وحاليا موجود الويب سايت وأثناء العرض اللي هو حاليا إحنا عملنا اوديشنز للناس اللي قردي كان لنا أولوية للناس اللي خدت معنا الورش وكمان نضم لنا ناس جديدة من فنانين أورادي بيمثلوا للتجربة دي مش من زاوي الهمم لا إحنا التجربة دمج دمج فيه فنانين من أشخاص دوي أعاقة وفيه فنانين معندهم ش زاهرة يعني طيب أنا موضوع السيط اللي كانت هتقتي الجزء هذي يعني ما خليني ما زلت عندي فضول اختيارات موضوعات العروض بتيجي منين هو الفكرة أننا بنشتغل على وراشر تجال أكتر وعلى التجارب السابقة عندنا كلنا يعني هو فكرة الفن عشان حر لأنه تجارب كل واحد مسؤولة برضو يعني بتدخل في إطار الفن ده وده اللي نحن بنشتغل عليه يمكن زي ما أنت بتقولي إحنا نستغربين اللي هو ستة قتلت جوزها يمكن على طول الصورة النمطية اللي بتتقدم في الدراما لو حد لو شخص مثلا عنده لازم يبقى طيب وكده لا إحنا بنتعامل إنه هو شخص زي أي شخص ممكن يبقى شرير وممكن يبقى طيب وممكن يبقى عنده شخصية مختلفة وده يمكن اللي احنا عايزين نوضح ونسلط الدوق عليه في الدراما كمان عشان الدراما كل ما هتشوف الفنانين من مختلفة بيطلعوا على المسرح بشخصيات مختلفة بأداء مختلف كمان تصور الدراما هيختلف لأنه زمان ما كناش بنشوف يعني الأشخاص دوي العاقة مكادش بتطلع في الشارع لكن طبعا مع تسهيلات الدولة والقوانين وكده لأ بدأنا نشوفهم في مجالات مختلفة فده كمان عايزينه يبقى أكتر في الدراما والحقيقة بحس إنه قد إيل اللي أنا بعمله لا هو ده فعلا اللي أنا عايزة أنا عايزة الناس تشارك وعايزة الناس تشارك أكتر في أكتر من عمل درامي وده هو هدفنا يعني ده الهدف الأسمى لنا إنه يبقى فيه مشاركات أكتر وإن الدراما تفهم شخصيات أكتر من الأشخاص دوي العاقة لما يتقدموا على مسارح مختلفة أنا شخصيا عايزة سأل سؤال مهم جدا يعني علشان لسه في موضوع ستة لقى ثلاث جزء للأستاذة هندي يعني زي ما عمر كان بيقول حضرتك روحك يعني هادية ومريحة فوجدت صعوبة في أنك تجسدي دور يعني صادم واشرير بهذا الشكل يمكن شوية في الأول بس يعني بالتدريج يعني يعني يبتمشي يعني شوية في الأول الواحد بيتخدى شوية بالفكرة بس يعني بالتدريبات يعني بتقدري تنتي يعني ما هي الشخصيتك الحقيقية لكن تعرفي تخشي بقى في الدور وتغلل أي شخصية أيا كانت ويميزة الورش إن إحنا يعني مش بس كمان بنمثل شخصيات إحنا بنمثل اللي جوانا يعني إحنا بنكتب ونمثل اللي إحنا بنكتبه ودي حاجة بتخلينا نبقى مرتاحين جدا وإحنا بنعمل ده لأنه كل واحد فينا بيعبر عن اللي بيحسه سواء مشاكله العادية اليومية سواء مشاكله في البيت في الشغل في الشارع بيقدر يكتب عنده ويطلع مشهد هو بيطلعه ويخرجه ويتشاف فده بيخلينا فعلا يعني الموضوع أسهل بكتير وبيخلي فيه حالة من السعادة إن إحنا قادرين نعبر عن نفسنا فعلا والناس هتشوف ده يعني هتشوف الكلام اللي طالع كل واحد بيعبر عن نفسه وبيقول إيه يعني الحقيقة أنا كمان حبة أزود يعني أشكر طبعا المدربين والمخرجين اللي كانوا وفريق العمل اللي بيشتغل معنا في صراحة بداية من المدربين اللي بدقوا معايا أصلا التجربة من الورش لغاية المخرج أو المخرجين وفريق العمل الإداري برضو اللي بيشتغل معايا في التجربة في صراحة لأنه هي الفكرة بدأت يلا جماعة أنا عايز أجرب يلا نبتدي فاللهو بدأت بالضبط كده فهمنا تدقوا التجربة فحقيقة عايزة أشكرهم لأن أي نجاح يعني أنا بوصله يعني أنا مش بوصله لوحدي لأن في ناس حقيقة مهمة ومتمرسة في مجال الفن وكمان قدرت تاخد التجربة بجدية وتعرف تتعامل كمان مع الفكرة باختلاف فحقيقة أشكرهم إحنا حابين نشكرهم ونشكرك أنت كمان يا ديانا مؤسسة شجرة توت لفنون المسرح الدامج والأستاذة هند خليل من الممثلين المشاركين في العروض في المؤسسة بنشكركم جدا وحقيقي نورتونا واتبسطنا جدا بالكلام معاكم بشكرك جدا أستاذ هند وشكرا يا ديانا وعايز علق بس تعليق سريع على كلامك اللي كنت بتقوليه قبل ما مارينة تركز في الست اللي قتل الجزء والحاجات دي إن الجد يعني الدولة بقى تشوف زاوي الهمم من زاوية تانية يعني أنت كنت بتقولي عايزين نشارككم في الزمان يمكن الدولة كانت بتبص لتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة والحياة الطبيعية جدا للزاوي الهمم لقد لقت في نظرة تانية خالص مختلفة والحياة كل مؤسسات الدولة متكتفة في ده وكل ده تحت رعاية الرئيس عفتاح السيسي وأنا عجبني قوي أن أنت مركزة أو دستي على فكرة الدراما فعلا عايزين الدراما تقدم حاجات مختلفة وهم نفسهم يكون لهم دور في الدراما يقدموننا حاجات مختلفة واشكركم جدا شاهدين الكرام هنطلع فاصل ونرجع ونتكلم عن قدرة المصري على الإبداع والابتكار ما تروحوش في أي حتة مستنينكم كل يوم المصريين بيبهروا العالم باختراعاتهم الزكية اللي بتساعد البشرية كلها بيقدموا حلول عملية للمشاكل اللي بتواجه كوكب الأرض كله الحقيقة أنا مش مستغرب يعني هما المصريين من 7000 سنة يمكن أكتر كمان إحنا ما قابلت تاريخ دولة ما قابلت تاريخ وهم الحقيقة عاملين إبداعات لحد النهاردة العلم بيعجز عن تفسيرها فده يخليني مش مستغرب إن المصريين بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص عندهم طاقة وعندهم حالة وقدرة من قدرات أو قدرات إبداعية كتيرة جدا ممكن تسبب حالة من الإنبهار للعالم كله وتخيل كمان أن الدولة المصرية في الأقوان الأخيرة بتحاول توفر المناخ المناسب للشباب علشان يقدروا يطلعوا طاقتهم ويقدروا يقدموا إبداعاتهم وإنجازاتهم اللي تفيد المجتمع المصري والبشرية كلها حاليا الحقيقة العالم كله مشغول بمخاطر الحرائق اللي بتحصل بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحرائق كل يوم بنسمع عن حرائق الغابات اللي بتهدد أصناف وأنواع من النباتات والحيوانات بالاختفاء من على وجه الأرض ده طبعا غير الخراب والأثار الاقتصادية السلبية اللي بتحصل بسبب الحرائق وطبعا وقبل كده كل ده الخسائر في الأرواح في مهندس مصري فكر إزاي ينقذ العالم من شر الحرائق ويتعامل معها بأسلوب مختلف فاخترع روبوت هو الأول من نوعه في العالم وحصل على جواز كتير تأديرا لاختراعاته الكتير اللي بيستفيد منها العالم كله كمان اللي اختراعات تانية زي روبوت لأخذ مساحات الPCR وكمان اخترع روبوت لتوليد المية على سطح كوكب المريخ أو في الفضاء بشكل عام النهاردة معنا المهندس المصري محمود الكومي الحاصل على جائزة جينيف مرتين للاختراعات ومؤسس أول شركة مصرية للروبوتات أهلا وسهلا بك باش مهندس أهلا وسهلا بحضر لك عارف يعني بعد المقدمة زي باش مهندس أنا يعني لازم أبضي أنه أنا كان عندي معزة خاصة في قلبي لعب قارينو في مجلة ميكي أنا حاسة أن أنا قابلت عب قارينو لا شرح لك لا ما شاء الله أهلا بك حاجة بدأ للفخر احنا عايزين نبدأ على طول بروبوت إيكو اللي هو بيساعد على إخماد الحرائق بتكنولوجي جديدة تماما عن كل الأدوين احكي لنا بقى إزاي بيشتدك؟ تمام هو إيكو عموما يعني جات فكرته تعريبا من حوالي سنة ونص طبعا عندنا التغير المناخي بسبب حرائق غابات كتير ده طبعا بسبب جفاف الورق الشجر وبيبدأ إن قل يشتعل أو قل حاجة يبدأ إيبقى فيه حاجة هيوج أو ليران ضخمة موجودة في الغابة وبيصحوا بالسيطرة عليها يعني حتى بنلاحظ إن دايما استخدام الطرق العادية سواء طبعا طيرات الهليكوبتر إنها تبدأ إنها تجيب مية وترميها في الغابات فطبعا دي حاجات ما بيكونش مؤسرة خالص لإخماد النران دي كمان فيه صعوبة كمان إن الحاجات المستهلكات دي سواء المية أو السيوتو إن أنا قادر إن أنا أوصلها أصلا اللي هو سني أكسيد الكربون والمية اللي هي الطرق التقليدية للإخماد الخريطة طبعا صعبة ومكلفة ومش مستدامة إن إحنا حاليا بصدد تكوين سيستم مستدام أو سيستم مستدامة كامل بحيث إن هذا اللي هنواجه به المستقبل اللي جاي لإحنا عندي مية بتنفذ وده تكملة إيلو يعني إيلو يعني قصة مستدامة برضو بس ممكن نتكلم عليه بعد إيكو لكن أنا عندي دلوقتي أنا بالنسبة للطرق العادية دي مستهلكات وبتخلص فأنا لا أنا عايز أعمل سورس مستدامة أو طول مستدامة بحيث إنها تخمد الحرائق وبسرعة كبيرة جدا وبدون استخدام المستهلكات جاست دي أنا بستخدم الباور العادي أو الممكن نستخدم يعني إيكو ما بيستخدمش مية أو الباودر اللي هو بيبقى موجود في طفات الحرائق موجات 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 إن أنا بقدر إن أنا بطلق موجات دي بتقدر بكل بساطة إنها تقدر إنها توقف الحريق أو إن أنا أقدر إن أنا أركز زي الموجات دي وأوجهها في المكان المناسب أنا عندي الإييييييييييي يقدر إن هو يعمل إيميجي بروسسينج للحريقة اللي موجودة يعني إذا جاء للسناعة يقدر يشوف الحريقة فين؟ يشوف بالضبط السورس بالضبط فين؟ أو أكتر مكان اللي هو هقدر إن أنا يبقى مور إفكتب تأثير أكتر أو تأثير أكتر ويبدأ أن الموجات دي تبدأ أنها توقف الأكسادة في المنطقة دي فيقدر يعمل إخماد للنار بسرعة لا يعني أنا عايزة تشرح ليه أكتر يعني إيه أكسادة؟ كلام ده كبير كلام علمي دقيق فحبت أن نشرحه ونوضحه أكتر من السادة المشاهدين طبعا لما نكلمنا كده المثلث بتاع النار عموما سواء الفاول والهيت والأكسجين خليني أقول تاني للحريقة بتقوله فيه مثلث المثلث ده أو تلت حاجات أساسية علشان الحريقة تكبر تلت عوامل تلت عوامل أساسية بيسموها مثلث الحريقة واحدة منهم الوقود أو اللي هي الحاجة اللي بتحترق نفسها يعني والأكسجين والحرارة تمام حريقة بقى بتشتغل على حسف واحدة من الدهات بحذف الأكسجين بقى أنا أوقف الأكسادة خالص عن الصورس بتاع الحريق بحيث أنه يبدأ أنه يطفي طيب أنا عندي هنا ميزة تانية إحنا عارفين طبعا لما يبدأ أن لو فيه يعني نقول مثلا بتاع الغاز أو البترول لما يحصل فيه احتراق مثلا أو يحصل فيه تسريب ويحصل احتراق مثلا اللي بيحصل طبعا بيتم قفل من الجنبين تمام المحابس من الجنبين ويسيبه الفاول ده لحد ما يخلص خالص فهنا مشكلة أنا هنا بقى بالطريقة دي أقدر أن أنا أوقف النار يعني أوقف الاشتعال نفسه والفاول اللي لسه موجود وأقدر استخدمه تاني لأنك بتشتغل على الأكسجين أنا شلت عنصر من التلاتة أو بيشتغل على العنصر اللي هو في النهاية يعني مش هنستعمله تاني بالضبط فالمهم هنا كنتم رأي اقتصاديا كمان القصة وانت شغلت ومش بس كده كمان بيقيا لأنه فيه دخان بيطلع من ده ملوس جدا غير غير يعني نحن بنتكلم يعني من ناحية البيئية هو طبعا جاهز صديقي اللي بيقى زي ما تكلمنا هو بيستخدم السورس بتاعه يعني سورس منديف اللي هو الكهرباء ممكن يستخدم سولار بانيل بحيث انه هو يقدر يجيب السورس ده ومن غير قدمة تكلفة كمان يعني تقصد بطاقة شمسية يقدر يحولها الكهرباء ويستخدمها بالضبط لان طبعا هو الباور بتاعه بيستخدم باور نسبيا يقدر اننا أستخدم لوحة شمسية يعني مساحتة ممكن 40 في 40 دي تقدر انها تعمل أو تسبلاي الروبوت او السيستم بالحاجة شكل كده اللي انا بتكلم عنه ده روبوت جراوند فيكل او مركبة ارضية تقدر انها تطفي حريق في كتر 20 سنتي لكن طبعا الموضوع اسكالابول اقدر ان انا صغره اقدر اطفي يعني اقطار صغيرة وادر ان انا كبره اكبر بكده بكتير جدا بحيث ان هو يقدر ان هو يدخل في القصة بتاعة الغابات ممكن يتحمل على طيارات طبعا كل الكلام ده بيكون مربوط بابليكيشن بحيث ان انا لو في مشكلة او حاجة ممكن انا اطلب الحاجة دي يدوي اما بالاي برضو يقدر ان هو من غير اي حاجة اذا سيستم موجود في المكان يقدر ان هو اقرب روبوت او اقرب درون موجود على هالحاجة دي تقدر انها تتحرك واتطفي بشكل سريع جد طبعا الحاجة دي هي يعني انا بالنسبالي بتخيل دايما ان هي دي اللي هكون الحاجة الطبيعية او الحاجة اكتر طول نستخدمها للاطفاء الحرائق في المستقبل وكل الكلام ده هيتم اوتوميتد بدون تدخلنا احنا كبشرين لا بقى هيبقى في عربات المطاف الكبيرة ولازم يبقى فيه سورس مية دي مشكلة كبيرة اصلا لما نيجي نتكلم عنه هنقول ان اصلا مفيش اصلا سورس مية في كل الاماكن ان فيه احنا داخلين خلاص على مرحلة شح المياه ده عالميا يعني عالميا ده شح المياه عالميا بسبب تغيره مناخي وزيادة سكانية ما اعتمدتم على مصدر كونستانت من مياه اللي هو الابار العزبة او الانهار فده طبعا احنا بنكتر فالحاجة دي سابتة فطبعا بصرا انا جميل اوي ان احنا نبقى يعني عاملين حسابنا على السيناريو الاسوأ ونحاول نحن نواجهه من قبل ما يحصل ولكن ان شاء الله اتخيل ان يعني مثلا كوب 27 ان شاء الله يكون في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ويعني دول عالم كل اتخيلها تجتمع فيه وضع حلول التغييرات المناخية يعني مصد كون الشاء حلو على هذا الانعقاض يعني ونلاقي حلول الجزرية ده تمنياتي الواقع اخباره ايه هنشوف ومواجهة البشر هتوصل لحد فين علميا هنشوف برضو يعني مش بان في كلامك ولكن وبالعكس انا احب ان احط السيناريو الصعب ده عشان نقدر نواجه انتخذت جايزة جينيف مرتين المرة الاولى كانت 21 علشان الو صح كده لا كيرة كيرة طب اي حكاية كيرة بقى احكاية كيرة كان الجهزة دي كانت عن مشروع تشخيص طب مبكر تشخيص الذكاء الاصطناعي اعتمادا عن البيك داتا بحيث ان انا طبعا كيرة هو روبوت اول روبوت في العالم بيعمل ميكانازمة بتاع البي سي ار وبدون قلم ده طبعا يعني كان احنا يعني كان اول روبوت في العالم يعمل ده كان روبوت مصري ماشا عالله التاني حاجة ان الفيرجن فور طبعا عملت منه اكتر من فيرجن فيرجن فور بقى هو ده اللي اخدت عليه الجهزة تشخيص طبعا مبكر التشخيص اكتر من خمسة وثمانين مرر مزمن منهم العائلة السرطانية بحيث ان انا عندي دلوقتي اكتر يعني ببساطة جدا انا عندي الف روبوت في مصر الف روبوت في أوروبا الف روبوت متفركين في جميع دول العالم الروبوتات دي بتاخد الاول زي لابلت ديتا كده وزي اللي بياخدت طلب الجامعة بالضبط وبعدين تبدأ تعمل بالماشين ليرنج تتعلم لوحدها تبدأ ان انا يعني زي الترينيج بقى اللي هو الامتياز بعد كده كانوا طفلي اه كانوا طفلوا يكبروا فالمعلومة حتى لو في دول مختلفة اه كله في دول مختلفة نرسل الشركة المعلومة اللي بياخدها او الامتياز اللي بياخدها من المعروف اللي هو بيعيشه بيتنقل لكل ده لكل فهنا كل ده كل روبوت بيعمل الكلام ده فهنا انا بنشئ ميديكال بيك ديتا يعني بتكبر جدا فكل ما زاد عدل الروبوتات كل ما زاد الوقت او كل ما مر الوقت فالبيك ديتا دي بتبقى الكورت بتاعها بتبقى عالية جدا او الدقة بتاعتها بتبقى عالية جدا فيها كم كبير جدا من البيانات اقدر استخدمها الروبوتات تقدر تستخدمها بعد كده تعمل كومبارزون مش هبقى فيها عندي بقى قصة بقى دكتور بي جينر والدكتور كله هيبقى واحد يعني انا طبعا منعني من الكصة دي ومش عارفين مين الافضل من مين طبعا الموضوع هيبقى لحظي هيبقى فيه عندي تشخيص بقى فعلا مبكر قبل وجود المرض نفسه لا هيبقى فيه البوادر بتاعته من قبل ما يحصل اصلا ده هقدر ان انا اعمل ده خصوصا كمان ان انا مش مش هدخل بقى في قصة العلاج الكيميائي والشعاعي والزري لا هابدأ من المرحلة الاولية خالص الالج عادي الدوائي عادي فأنا هنا انا مش فهمة الجزء الاخير بتاع يعني انا انا طبعا لما سيطر عن المرض او اعرفه او اعمل دياجنوز او اعمل تشخيص مبكر او تشخيص مبكر لي انا طبعا بقدر ان انا اعالجه بصورة سريعة خصوصا الامراض الكانسر فده طبعا يعني ممكن يعني على حسن بالحكام بتوعي جينيف اللي كانوا يشوفوا في الموضوع قالوا ده ممكن يعمل نقلة في الطب ان شاء الله يعني بتنفيذ قريب بإذن الله نروح لإيلو بقى إيلو 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 طبعا يعني إيلو ده حاجة انا بدأ من 2014 ده طبعا يعني بهدف ان الميا وبإيمان ان الميا طبعا وكترة ميا ممكن تنكز حد يعني فطبعا برضو مع متابعتي طبعا أنا عملت كذا بروتسطايب بقى في الفترة دي كنت طبعا عدت فترة طويلة أتابع الأبحاث العلمية والبيبرز اللي بتنشرها وكالة ناس سوى الجامعة المخدمة عليها زي جامعة ماتشيجان طبعا جامعة ماتشيجان أخلعت بيبر في 2019 وتقول ان على سطح المريخ الهمادت اللي موجودة عليه بتوصل up to 100 فطبعا يعني الرتوبة على سطح المريخ بتوصل 100% بتوصل 100% في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن مش كل الأماكن وخصوصا فترة الليل لكن ظروف كوكب المريخ 95% كربون أكسايد في أركون وأركون نسبة قليلة جدا حوالي 57 ألف يعني الغلاف الجوي لا يسمح بمعيشة لا يسمح بمعيشة طبعا ما فيش غلاب جوي طبعا هو مجموعة خليط من الغازات من الغازات ومتجمدة يعني بتوصل درجة الحرارة minus 50 لحد plus 20 ده الرنج بتاع درجة الحرارة بتاعت المريخ وفي الغالب بتكون يعني تحت السفر يعني يعني احنا كده عندنا بجموعة الغازات بيغلوب بس نكسود الكربون ومتجمدة فليه أنا اخترت الكوكب ده او الظروف اللي فيه اولا انا عندي ديتا موجودة للكوكب ده كاملة عن الاستكشافات بتاعته و الدرجات الغازات بتاعته والتقسي بتاعه كل حاجة فأنا قدر هنا قدر ان انا اعمل سوميليشن اقيس عليه ان انا لما اجي اولد ميا من الهوى على اصعب ظروف واصعب درجة تلوث واصعب تاكس قدر ان انا اعمل اذا انت تقدر تعمله على كوكب الارض ببساطة بالزبط طبعا فهنا بدأت ان انا اعمل سوميليشن نفس نسبة الغازات الموجودة نفس تقريبا نفس درجة الحرارة يعني تقريبا حاجة او اقدر ان انا اتسيب كل الكونديشن دي او اعمل كل الكونديشن دي وابدأ ان انا اختبر عليه اختبر ايه يعني اه عمل ايه هو اه عموما يبدأ يقدر ان هو يولد الميا من الهوى الجو بس مش دي المشكلة لان كده كده في رتوبة موجودة في الهواء الجوي وحسب احصائيات الرتوبة الموجودة دي اخترب كتير جدا من الميا الطبيعي الموجود في الانهار والقبر العزق فانا اقدر بسهولة جدا ان انا اولد الميا دي بحيث ان انا لما يعني يبقى مصدر مستدام ان انا اقدر ان انا ويبقى يعني ممكن ما نقولش محل المصادر الطبيعية بس ممكن يكون مساعد ليه مع ان في المستقبل هنضطر لده لان دلوقتي نصيب الفرد مثلا يعني نصيب الفرد سنويا بيختلف من دولة لدولة وقصة كده مضبور خلينا اسألك يعني ببساطة كده نقدر نقول ان اله بيقدر من الهوى ومن الجو كمان الاصعب اللي انت عملت عليه المحكاة يكون ميا هو ده الهدف هو ده اللي عملناه اننا انا عايز اكون ميا تمام من الرطوبة او الاتنوسفريك ايه اللي موجود انا عايز يبقى فيه ميا مستدام بحيث عند يعني اننا نفاذ الطبيعية في حالة صعبة غير كده ان موجود اصلا فيه اماكن يصعب وصول لها الميا في الجيوش بتعاني من القصة دي لان انا بيتم توزعهم في اماكن ممكن ما يكونش فيها معي ممكن الميا حتى الاندرجراون ما بيكونش مش موجودة في كل او صعب نوصل بها مش حاجة سهلة طبعا وطبعا تكلفتها بتكون عالية جدا فهنا ده ده حل مستدام بلاس بقى اننا دلوقتي اننا بعمل تكييف بيئي مع دلوقتي التغير المناخ ده سبب ايه الارتفاع الزيادة في الهوميدي او الرطوبة النسبية فمع انتشار الحاجة دي مع انتشار التول دي او مع انتشار الاجهزة دي سواء بقى اجهزة هتطربت بالشبكات المنزلية للميا او سواء هتبقى زي ايلو بوتل اللي انا خدت عليها الجهزة او سواء اي ابل كيشن هيكون ده هيقلل من الرطوبة الزيادة في الجو اللي هي بتخلي الصيف حرقوي عاقبني انت في كل حاجة بتعملها عندك كذا بعد مش بس بتفكر في ان هو بعد واحد او نقطة واحدة هي اللي هستهتفها انا كان نفسي نتكلم اكتر من كده وكان عندي اسئلة كتير او الحقيقة عايزة اسألهلك بس للأسف الوقت يعني بدي حربنا زي ما بيقوله المهندس محمود الكومي يعني المخترع والمفتكر المصري والحاصل على جائزة جنيف مرتين عام 21 وعام 22 شرفتنا ونورتنا وبشكرك جزيلا شكرا شكرا لحلقك شكرا جدا يا باش مهندس على اللقاء الثري جدا ومشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة خلونا نشوفكم بكرا على خير